في كل لحظة يتوجه الناس بحاجاتهم إلى ربهم سائلين ولا يضيق عطاء الله عن حاجاتهم مع كثرتها وتنوعها واختلافها فالله تعالى يسع الجميع بعطائه لأنه سبحانه هو الواسع فهو الذي وسع جميع السائلين بجوده وكرمه قال تعالى وآتاكم من كل ما سألتموه أي هيأ لكم كل ما تحتاجون إليه في جميع أحوالكم مما تسألونه بحالكم وقالكم وهو الغني الذي وسع غناه حاجات عباده ووسع رزقه جميع خلقه ووسع خلقه كلهم بالكفاية والجود والتدبير وهو الواسع الصفات والنعوت لا يحصي أحد ثناء عليه بل هو كما أثنى على نفسه واسع العظمة والسلطان والملك واسع الفضل والإحسان عظيم الجود والكرم وهو الذي وسع علمه الظواهر والبواطن والإسرار والإعلان والعالم العلوي والسفلي فلا يخفى عليه شيء وفي دعاء الملائكة ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم وهو الذي وسعت رحمته كل شيء قال تعالى ورحمتي وسعت كل شيء فرحمته تعالى تسع المؤمن والكافر فأما رحمته بالكافر فرحمة جسدية دنيوية وأما رحمته بالمؤمن فهي رحمة دنيوية ودينية إيمانية موصلة إلى سعادة الدنيا والآخرة فمن عرف الله بسعة غناه فليسأله من فضله قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا دعا أحدكم فلا يقل اللهم اغفر لي إن شئت ولكن ليعزم المسألة وليعظم الرغبة فإن الله لا يتعاضمه شيء أعطاه ومن عرف الله بسعة تدبيره فليتوكل عليه وليفوض أمره إليه قال تعالى وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا أي كفى به وكيلا توكل إليه الأمور فيقوم بها وبما هو أصلح للعبد وذلك لعلمه بمصالح عبده وقدرته على إيصالها إليه ومن عرف الله بسعة علمه وسمعه وبصره فليراقبه وليستحي منه حتى يصل إلى مرتبة الإحسان قال النبي صلى الله عليه وسلم الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر